السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد كل اسبوع وتحديدا يوم الخميس تتغير كثير اشياء باللعبة بداية من السيارة المعروضة بالكزينو وصولا للخصومات على الاملاك والسيارات من بين الاشياء اللي تتغير عندنا هذا السباق الذهبي او برميوم ريس او سميه زي ما تبي المهم ان هذا السباق يتغير كل اسبوع مع العروضة الجديدة تقدر تدفع 20 الف عشان تشارك بالسباق اذا فز تبتاخذ 100 الف الثاني ياخذ 30 الف والثالث 20 الف المشكلة حاليا ان عدد قليل من اللاعبين يشاركوا فيه وصار تقريبا مسحوب عليه مع انه يعطيك نفس ارباح سباق الوقت او التايم ترايل فاش هي المشكلة اللي كانت السبب ان الناس تسحب على السباق بعضكم بيقول ان الفلوس اللي تدفعها او العشرين الف هي السبب ان ما في لاعبين وهذا الشيء غلط لان العشرين الف مبلغ بسيط وتقدر تجيبه من اي مهمة او تجارة باللعبة وحتى ان تعديل محرك او فرامل السيارة يكلفك اكثر من هذا الفلوس فاذا ايش هي المشكلة؟ السلفو ما فيها ان هذا السباق يطلب سيارات من فئات محددة يعني عشان تشارك لازم يكون عندك على الاقل سيارة واحدة من كل فئة بعض السيارات اسعارها مرتفعة وتوصل لمليونين تقريبا فما حد يبي يشتري سيارة بهذا السعر عشان بالنهاية يكسب خمسين او مئة الف بمعنى الثاني ان هذا السباق ما يعطيك سيارات يعني احنا متعودين ان اذا دخلنا لاي سباق وما عندنا سيارة مناسبة فالسباق نفسه يعطيك سيارة مجانا عشان تشارك فيها ولكن هنا انت بتشارك بسيارتك الخاصة اذا ما عندك السيارة بكل بساطة ما تقدر تشارك من الاشياء اللي لازم تعرفها انك تقدر تلعب اكثر من مرة كل اسبوع او كل يوم بعكس تايم ترايل واللي تقدر تسويه مرة واحدة كل اسبوع السباق ما فيه هوست واول ما يصير عدد اللاعبين مناسب بيشتغل السباق الحالة كمان فيه ميزة حلوة وهي ان اللاعبين ما يقدروا يصدموا بعض او يخربوا على غيرهم والشغلة كلها تعتمد على اسواقتك للسيارة او الدباب او اي مركبة يحددها السباق بريميوم ريس بدأ تقريبا مع اول ايام لبداية الاونلاين باللعبة ومن وقتها الى 2016 كان الفائز الاول ياخذ 100 الف فلوس واي لاعب بعده ياخذ صفر اما الحين الوضع تغير وصار الثاني ياخذ 30 الف والثالث 20 الف وصاح اني قلت تقدر تعد السباق لكن فيه شغلة سيتقولها اذا خسرت او طلعت بالمرتبة الرابعة وفوقها يعني الخامس او السادس تقدر على طول تدفع فلوس وتشارك مرة ثانية اما اذا طلعت من المراتب الثلاثة الاولى فلازم تنتظر اتوقع يوم كامل داخل اللعبة عشان تقدر تدخل للسباق فاذا تبع رأيي انصحك تدفع الفلوس وتجربه مرة واحدة على الاقل اذا فزت مو مشكلة وعادي تشارك مرة ثانية لكن اذا خسرت حاول تبعد عنه ولا تصرف فلوسك على شيء ممكن تفوز او تخسر فيه من هنا اكون وصلت لنهاية المقطع اعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك واشوفكم فيديو جديد باذن الله